أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل أشكل علي معنى المقادير التي تكتب في اللوح المحفوظ فهل يتم كتابة كل شيء مثل الحركات والسكون والسقوط ورق الشجر وقطر الأمطار وهل المقصود بالقدر كل فعل يقوم به العبد والكائنات أفتون مأجورين بلا شك أن كل ما يجري في هذا الكون إن كبير أو صغير فإنه بقضاء الله وقدره التسقوط الأوراق وموت الشجر وحياة الشجر والثمر وغير ذلك كله بقضاء الله وقدره الحركات والسكون والمشي والجلوس والأكل والشر كله مقدر نعم يتسع القضاء والقدر لكل ما يقع وما يحدث نعم